شيلي بلوتوث باتن ون إصدار جديد من أجهزة شيلي عند تفعيل وضع التواجد على هذا الباتن ومجرد الاقتراب من الباب رح يفتح هذا الباب بشكل اوتوماتيسي والمميز في الموضوع عند الاقتراب من جهاز شيلي معين رح يفتح هذا الباب وإذا جربناه على باب الكراج رح أقترب من جهاز شيلي آخر ومجرد الاقتراب منه رح يفتح باب الكراج رغم أنه ما زال تحت التجربة لكن البوادر رائعة جدا الشيلي باتن يدعم مساعد أمازون وبإمكاننا ننفذ روتين من خلاله على سبيل المثال أنا مفعل نظام انذار على سمارت تينجز وهوبيتات وبدأي أعطله من خلال مساعد أمازون فبستخدم الشيلي باتن لهاي المهمة عند الدخول للمنزل السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم على قناة وي سمارت اليوم عنا مراجعة للبلوتوث باتن ون من شيلي ومن اسمه الجهاز يعمل على البلوتوث يحتاج بطارية CR2032 رح نحكي عن ميزات هذا البتن خلال الفيديو ورح نجربه كمان مع الهوم أسستانت قبل ما نجرب هذا البتن خلينا أورجيكم كيف يتم إضافته وتحديثه لتعديل إعدادات البتن أو تحديث هذا البتن رح نحتاج تطبيق اسمه شيلي بي أل إي دي باك بمجرد الدخول على هذا التطبيق والضغط على الزر الموجود على البتن رح يظهر الماك أدرس لهذا البتن عندنا على التطبيق الزر الأسود عندي مضاف من السابق على التطبيق ورح يظهر عندنا على التطبيق زي ما احنا مراحضين إنه مضاف وفعلا أنا ضفت هذا الزر في السابق على التطبيق إذا ضغطنا على الزر الأبيض رح يظهر مباشرة عندنا الماك أدرس لهذا البتن ورح يظهر عندنا أيضا إنه غير مضاف لإضافة هذا البتن على التطبيق رح نضغط على زر بير في التطبيق مباشرة رح يطلب منا اندخل البتن إلى وضع البيرنج لذا ادخلوا إلى وضع البيرنج لازم نضغط عليه 10 ثواني متواصلة ويرح يساعدنا التطبيق في عد هذه الثواني لذا لم يكون هناك خطأ في العد سأعمل الخطأ الآن وما سيرتغطي 10 ثواني لم يعدد ب offices bastيبطن على بيرنج مود سيعتبرها ضغطة مطولة لأن هذا الزر يدعم الضغطة المطولة لكن يمشوا مع العدد الموجودة على التطبيق لذاك دخلوا وضع البيرنج بالشكل الصحيح بعد إدخال البطن على وضع البيرنج بالشكل الصحيح رح يظهر عنا على التطبيق بخيار البيرنج True إنه الزر جاهز الآن للبيرنج ورح نضغط على Continue بعدها رح نضغط على Pair مباشرة بعد الإضافة على التطبيق رح يظهر عنا إنه هذا البطن بحاجة إلى تحديث ورح نعمل هذا التحديث وهذا التحديث مهم للبطن بعد إضافة البطن على التطبيق بإمكاننا نضغط على Redo ونظهر البطارية لهذا البطن والإنفورميشن تبعت البطن بإمكاننا نشفر الرسائل اللي برسلها هذا البطن بإمكاننا نعمل كتم لصوت الزر إنه ما يصدر صوت طنين عند الضغط على هذا الزر بالإضافة إلى خيار مهم جداً موجود على هذا التطبيق واللي هو البيكون وعند تفعيل هذا الوضع واللي هم نقدر نعتبره وضع التواجد بمجرد تفعيل هذا الوضع رح يرسل هذا البطن حالته كل 8 ثواني حتى لو لم يتم الضغط على الزر بعد من فعل عن هذا المود بإمكاننا نبحث عن هذا البطن كمان إذا ضاع منا من خلال زر Locate الموجود على التطبيق بدون تفعيل هذا الوضع لا يمكننا أيضاً البحث عن هذا البطن من خلال التطبيق طبعاً بعد إيجاد البطن من خلال التطبيق بإمكاننا نعمل كتم للصوت للبحث من خلال الضغط على زر OK أو الضغط على الزر الموجود على البطن الآن لإضافة هذا البطن على تطبيق شيلي الجديد شيلي Smart Control فقط يمكن إضافته على التطبيق الجديد رح نضغط على إشارة الزائد في الزاوية على اليمين وبعدها Add New Device وبعدها Add via Bluetooth في حال كان وضع البيكون ON رح يظهر البطن بشكل مباشر على التطبيق بدون ما نعمل أي شيء لكن في حال ما كنا نفعلين وتركناه في وضع OFF رح ندخل البطن إلى التطبيق من خلال الضغط لمدة 10 ثوانية على الزر الموجود على الشلي بطن لتفعيل وضع البيرينج مود والآن رح أضغط على Next ورح يطلب مني التطبيق الضغط مرة واحدة على الزر الموجود على البطن ورح أسمي هذا البطن شيلي بلوتوث بطن وايت والآن التطبيق باخدنا على خيار مهم جدا هذا الخيار من خلاله بيظهر لنا تطبيق جميع أجهزة البلس أو البرو الموجودة عندنا في المنزل لتدعم البلوتوث بريج أي جهاز من هدول بختاره في هذا الخيار رح يفعل البلوتوث بريج وفي هاي الحالة يعتبر هذا الجهاز بريج لهذا البطن وبعدها رح نضغط Next ورح نختار غرفة لهذا البطن مباشرة بعد تفعيل البطن على التطبيق وصلني مسج من مساعد أمازون إنه اكتشف هذا البطن وهو مدعوم على مساعد أمازون وظهر عندنا مباشرة الآن من خلال تطبيق شيلي بإمكاننا نستفيد من هذا البطن بعمل Scenes وبإمكاننا نعمل Scenes هاي على حالة الكبسة إذا ضغطنا مرة واحدة سيظهر عندنا على التطبيق إنه تم ضغط زر البطن هذا مرة واحدة ومين الجهاز اللي شاف هذا البطن من الأجهزة اللي فعلنا عليها البريج مود ونفس الشي لو ضغطنا مزدوجة سيظهر عندنا على التطبيق والضغط الثلاثية والضغط المطولة وبإمكاننا ننفذ أوتوميشن عليهم أما بالنسبة لمساعد أمازون فمساعد أمازون فقط بشوف الوان بريس من جهته للروتين من ناحية البرج مود رح وارجيكم الآن كيف نظام البرج بشتغل على هذا الجهاز رح نشوف كيف البرج مود بسمح للأجهزة شيلي إنها تغطي إشارة البلوتوث في كامل المنزل خلف الجرس الموجود أمامنا في شيلي وان بلس رح ضغط بالقرب منها ونشوف مين رح ياخد الإشارة الإشارة أخذها جهاز آخر اسمه Wall Mounted Charger وهذا Wall Mount موجود خلف هذا الجدار رح أرجيكم إياه الآن واللي هو موجود أمامنا الآن رح أضغط مقابله وأشوف مين اللي رح ياخد الإشارة الدور بل اللي كنا عنده قبل قليل هو اللي أخذ الإشارة طب لو دخلنا لجوة شوي وجربنا نضغط مقابل جهاز شدي آخر واللي هو من نوع i4 فعلا ال i4 أخذ الإشارة فمبدأ البرج مود بيعتمد أنه أي جهاز شليل فعل عليه البرج مود رح ياخد هاي الإشارة ويرسلها طالما البتن كان قريب منه مش مهم كان هو الأقرب ولا لا فهذا هو مبدأ البرج مود لكن في الوتوميشن اللي أنا عملته على باب العمارة أو على باب الكاراج استخدمت السكريبت على أجهزة شلي اللي بتدعم السكريبت واللي هي الإصدار الثاني أو البرو رح أورجيكم مثال على السكريبت اللي أنا استخدمته لو دخلنا على أي جهاز من الإصدار الثاني من أجهزة شلي من خلال المتصفح رح نلاحظ وجود خيار اسمه سكريبت وشلي داخل هذا الخيار معطيتنا لينك للايبراري أو مكتبة كاملة لسكريبتات جاهزة تم عملها من مبرمجين أو من شلي نحسهم أنا عدلت على واحد من هاي السكريبت وخليته أنه يخلي البطن ينفذ أمر لما أكون أنا بجانب جهاز شلي معين طبعا التعديل اللي أنا عملته تعديل بسيط جدا أنا مش مبرمج لكن عملت تعديل بسيط جدا أضفت كم من سطر على هذا السكريبت كود ونجحت معي التجربة كما ظهرت معنا في بداية الفيديو ورح أترك لكم رابط لهذا السكريبت كود اللي أنا عملته في الأسفل في صندوق الوصف بإمكانكم تاخدوه رح تعدلوا تعديل بسيط على هذا السكريبت تعديل بسيط اللي رح تعدلوه على هذا السكريبت كالتالي رح نحدد على الشلي المستهدفة اللي إحنا بدنا إياها مجرد الاقتراب منها أنا هتنفذ أمر رح نحدد أقل إرسال وأعلى إرسال طبعا هذا بتم بناء على التجربة بحدد الإرسال المناسب لإلي وين الموقع اللي أنا بدي إياه إنه الشلي تاخد الأمر هذا هو بالسطر التالي الموجود أمامنا فقط حطوا الرقم المناسب لإلكم رح أورجيكم كيف تشوفوا الإرسال لاحقا بعدها رح أحدد الرابط اللي رح تضغطه الشلي عند وصول الإرسال إلى الحد المناسب اللي أنا حددته في الأعلى ورح أحط الماك أدرس في الموقعين الموجودين أمامنا هذول الموجودين أمامنا نفس الماك أدرس للبطن اللي أنا بديه عند اقترابه لهذا الباب إنه يفتح الباب وهيك بكون انتهى التعديل على هذا السكريبت إلى الآن أنا رح أترك لكم رابط السكريبت موجود في الأسفل بإمكانكم تاخدوا كوبي وبعدها رح نروح على الشلي المستهدف اللي بنيها عند الإقتراب منها إنه تفعل أمر معين رح نضغط على Add Script ومن ثم رح نعمل Paste لهذا الكود ونعدل التعديلات اللي ذكرت لكم إياها في السابق وبعدها رح نضغط على Save ومن ثم Start ورح تظهر عندنا رسالة في الأسفل Success Bluetooth Button Scan and Running وإذا حبيت إنه هذا السكريبت يشتغل بشكل دائم حتى لو انقطع الكهرباء أو رجعت الكهرباء على جهاز شلي رح أعمل تقل لهذا البتن الموجود وبهاي الحالة رح يعمل Auto Start عند إعادة تشغيل أي جهاز شلي وفي الأسفل في اللوق رح يبدأ يظهر عندنا إرسال البتن البتن على هذا السكريبت برسل كل 24 ثانية حالته مجرد ما يكون قريب من هذا البتن هي فيها عيب 24 ثانية تعتبر مدة طويلة لكنه بحاجة إلا تعديل وأنا زي ما حكيت لكم أنا عدلت على كود جاهز عاملته شلي أصلا فممكن يكون فيه تعديل مستقبلا كما هو ظاهر أمامنا بدأ البتن يرسل إشارته مجرد ما يكون الإشارة اللي أرسلها البتن قريبة بالحدود اللي أنا حددت له إياها مباشرة السكريبت رح يضغط على الرابط اللي أنا أعطيته إياه ورح يعطي أمر فتح للباب وإذا كان هذا الموضوع مهم بالنسبة لكم ممكن نعمل عنه فيديوهات بشكل أوسع إن شاء الله أما من ناحية الهوم أسستنت فطريقة إضافة البتن عليه كالتالي أجهزة شلي بشكل عام تظهر بشكل أوتوماتيكي على الهوم أسستنت مجرد ما نضغط على زر التهيئة للشلي 1PM Plus اللي ظهرت على الهوم أسستنت ونضيفها على الهوم أسستنت رح يتم إضافتها مع جميع أجهزة شلي اللي تم إضافتها في السابق على الهوم أسستنت ورح نجدها في الأسفل ولو ضغطنا عليها رح يظهر عندنا خيار إضافي أيضاً Configure لهاي الشلي مرة أخرى ولو ضغطنا عليها رح يعطينا خيار لتفعيل البلوتوث بروكسي على هاي الشلي مجرد ما نفعل الباسف مود على هاي الشلي رح تصبح هاي الشلي كبلوتوث بروكسي للهوم أسستنت أي رسالة بتيجي من الأجهزة لبلوتوث المدعومة على الهوم أسستنت رح تستقبلها هاي الشلي وتعطيها للهوم أسستنت فعلى سبيل المثال أجهزة شاومي أو ساعات الحرارة من شاومي اللي بتعمل على طريق البلوتوث مدعومة على الهوم أسستنت ونجرد ما يكون في جهاز شلي مفعل عليه البلوتوث بروكسي رح يستقبل هاي الإشارة ويوصلها للهوم أسستنت رح تظهر عندنا الحرارة والرطوبة ونفس الشي للبلوتوث بطن بعد تفعيل خيار الباسف مود رح يظهر عندنا جهاز جديد اسمه BT Home Sensor وهذا هو البلوتوث بطن مجرد ما نضغط على Configure ونفعل Two Entity اللي معمولهم Disable على هذا الجهاز رح يظهر عندنا إرسال البطن على الهوم أسستنت ويمكننا نستفيد منه بأوتوميشن بالإضافة إنه بيمكننا نستفيد بأوتوميشن من خلال الضغطة العادية أو المزدوجة أو الثلاثية أو المطولة على الهوم أسستنت في أي أوتوميشن إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو إن شاء الله تكون استمتعتوا فيه لايك وسبسكرايب السلام عليكم